تملمون كبير يعيشه حزب الحركة الشعبية وسخط على طريقة التسيير به حملت بعض كوادره على تقديم الاستقالة على غرار النائب البرلماني عن ولاية غلزان إضافة إلى انسحاب عدة فيدراليات بولاية البوليدة وعين الدفلة والبويرة ومستغانم هذا ما أكده عضو المكتب الوطني المكلف بالمالية والمتابعة بالحركة الشعبية الجزائرية إدريزي طوفي الذي قدمه والآخر استقالته من الحزب هي إذن عدوى الانشقاقات والاستقالات التي تضرب أحزاب السلطة الجديدة أو ما بات يعرف بأحزاب الوزراء فبعد موجة الاستقالات التي عرفها حزب التاج وكان أبرزها استقالة عضو المكتب الوطني أحمد لطيفي وما صحبها من ضجة أحدثها تعديه على زميل الله بالضرب ها هو حزب عمار بن يونس يعرف نفس الموجة المستقلون من الحزبين يقدمون نفس الأسباب انحرافوا الحزب عن مبادئه وتحولوه إلى شبه ملكية عائلية وعدم وجود قنوات للحوار مع الأمين العام أو الرئيس والانفراد بالرأي وعدم العودة إلى مؤسسة الحزب قبل اتخاذ أي قرار ويبدو من خلال هذا الواقع المشترك بين الحزبين أن استراتيجية بن يونس وغول القائمة على تخليهما عن مكون لدولوجيا في تأسيس حزبيهما بغرض استنزاف بقية الأحزاب المعارضة من كوادرها الغاضبة قد أوجد أحزابا مختلطة من اتجاهات مختلفة ما لبثت أنغزاها التصدع الذي تنبأ به عدة مراقبين لشأن السياسي بالنظر إلى الأرضية المصلحية البحتة التي اجتمع عليها مناظلو هذين الحزبين المعروفين بالاستثمار في منتخب التجوال السياسي ترجمة نانسي قنقر